موسيقى صباحكم سعيد مشاهدينا وأهلا وسعلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الأخبار المغربية امفانتكات بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية انعقد يومي السادس عشر والسبع عشر يناير الجاري بنادي الضباط بالريباط الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع وعوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الجنرال جوكوغ داغمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والسيد درور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية بحث مختلف مجالات التعاون العسكرية الثنائي لا سيما اللوجستيك والتكوين والتداريب وكد اقتناء وتحديث التجهيزات وبعد أن أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكرية الثنائي يضيف البلاغ اتفقا على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في موضوع آخر أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطار قوية من 25 إلى 60 مم وتساقطات ثلجية محليا كثيفة على ارتفاع 900 متر من 10 إلى 60 سنتيمترا مرتقبة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء وإلى غاية غادر الخميث بعدد من مناطق المملكة وعضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقضة برتقالي أن تساقطات مطارية قوية من 30 إلى 60 مم مرتقبة بكل من طنجة أصيلة والعرائش والحسيمة والفحص أنجرة وتطوان ووزان وشفشاون ابتداء من الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الثلاثاء ولغاية السادسة من صباح اليوم الأربعة أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين في كلمة ألقتها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا في مواجهة روسيا التقرير لعثمان الطاهري خطوة جديدة يوقعها الاتحاد الأوروبي مفادها أن ثلاثة مليارات يورو قد تم إرسالها إلى أوكرانيا تتمثل في حزمة مساعدات مالية كلية بلغت 18 مليار يورو والمقرر تقديمها هذا العام رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أكدت في كلمة ألقتها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا في مواجهة روسيا وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ثابت ولن يتراجع سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على البدل بعيد هذا ومن المقرر أن يساعد هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ضمان الاستقرار الاقتصادي لبلاد زيلنسكي كما سيدعم إصلاح البنية التحتية الحيوية التي دمرت في الهجمات الروسية حسب أقوال الأوروبيين مثل البنية التحتية للتاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والجسور دوليا دائما طالب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي الغربة مجددا بإرسال مساعدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني ويأتي ذلك قبل لقاء زيلنسكي المرتقب مع وفد أمريكي من وزارتي الدفاع والخارجية لبحث تعزيز القدرات العسكرية للقوات الأوكرانية التقريب لشيماء جبران نداءات أوكرانيا بشأن الحصول على أسلحة جديدة لا تتوقف والعمليات العسكرية لا زالت مستمرة وقطعات البنية التحتية الأوكرانية تواجه أزمة حادة ومع اقتراب معركة الربيع المتوقعة أعرب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي عن أمله في أن يوفر الغرب مختلف المساعدات العسكرية الجديدة لصد الهجوم الروسي والسعادة الأراضي الأوكرانية ننتظر من اجتماع رامشتاين الذي سيعقد نهاية الأسبوع قرارات مهمة من قبل تحالف شركائنا كما أن الهجوم المميد على مبنى سكن في مدينة اليانيبرو بوسط البلاد يظهر الحاجة إلى اتخاذ قرارات أسرع وأفضل تنسيقا بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا وخلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصاد العالمي في ديفوس قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندير إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا في مواجهة روسيا مضيفة أن دعم بلادها ثابت تجاه أوكرانيا سواء تعلق الأمر بالمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بذوره أكد أن لندن ستدعم الأوكرانيين حتى النصر ونعود للخبر الوطني دعا نقابيون ومهنيون في قطاع الصحة وأكاديميون بالرباط إلى تحقيق مقاومات منظومة صحية متكاملة وفعالة كفيلة بإنجاح ورش الحماية الاجتماعية رغدا قابوري في المتابعة خلال لقاء دراسي حول موضوع تحولات المنظومة الصحية على ضوء مشاريع القوانين قيد الدراسة بالبرلمان أكد المتدخلون على ضرورة تجويد مشاريع القوانين الخمسة التي تم إدعوها بالبرلمان والمتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته وتكريس الحكامة المؤسسة والتدبيرية رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام للاتحاد العام لشغالين بالمغرب نعم ميارة أكد أن الجانب المتعلق بالتغطية الصحية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يكون فعالا بشكل كامل دون الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس السياق دع المتدخلون إلى إلاء أهمية كبرى للجهوية المتقدمة في المجال الصحي باعتبارها منظومة واختيارا أساسيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ الحكامة والفعالية للمنظومة الصحية جرى يوم أمس بالرباط إعطاء انطلاقة حملة تحسيسية تنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بشراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني حول ضرورة الاقتصاد في الماء داخل الحمامات بمدن الرباط سنة تمارى وصخيرات المزيد في تقرير ردوان مستقيم توعية المواطنات والمواطنين بأهمية الاستهلاك المعقلن للماء هو ما سعت إليه حملة تحسيسية تنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بشراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني تستهدف أربعمائة حمام تقليدين ورشاش بالجماعات التابعة لعمالات الرباط والسلاة والصخيرات وتمارة للحد من هضر هذه المادة الحيوية تتمثل هذه الحملة التحسيسية في وضع ملصقات فيهم رسالة التي هي استحم وقصصة في الماء وتوزيع بعض المنشورات على المواطنات والمواطنين والزبائن الحمامات لاتباع بعض السلوكات وهو تشييد استهلاك الماء داخل الحمامات هذه المبادرة تعد تتويجا لجهود الوزارة الوصية في مواجهة مسألة الإجهاد المائية لا سيما وأن الحمام هو مرفق سوسيو الجماعي وثقافي وترشيد استهلاك المياه داخل هذا الفضاء يعد أمرا ضروريا وطالبوا الجميع الإتزام بترشيد استعمال الماء نمشي غير داخل الحمام داخل الحمام وفي جميع المرافق الأخرى سواء في السقي سواء في غسل السيارات سواء في الحضائق سواء اليوم يعني تخصنا نجنده وتخصنا نتأطره وتخصنا نتعبئه جميعا كمغاربة بالماء نحيا ونرتوي ولأننا لا نستطيع العيش بدونه مطلقا يجب أن نحافظ عليه باتباع بعض السلوكات الجيدة عند الاستحمام والكف عن بعض العادات السيئة واختيار طرق الاستعمال الاقتصادية تم بالقطب التكنولوجي بالنواصر إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مصنع الدار البيضاء للطيران فرع مجموعة فيجاك أيرو وذلك في إطار شراكة مع مجموعة سفران ترم نقل التكنولوجيات وتطوير منظومة صناعة الطيران الوطنية لنتابع تقرير شيما بك إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مصنع الدار البيضاء للطيران مشروع يأتي في ظل منظومة صناعة الطيران المغربية من خلال تكامل التكنولوجيات والمهارات المتطورة ومن شأنه جلب تكنولوجيات التصنيع خمسية المحاور للأجزاء الكبيرة والتجميع المعقد والدقيق هذا المشروع الرئيسي الجديد سيمكن المصنع من تطوير علاقتنا مع شريكنا مجموعة سافران في مجال قطع الأليمنيوم التقنية 132 مليون درهم مبلغ تم استثماره في هذا المشروع من أجل المساهمة في تطوير منصة صناعة الطيران المغربية بفضل عمليات التوسعة والمواقع الجديدة وتحقيق المزيد من القيمة المضافة للمنظومة الوطنية وكذا خلق فرص للشغل هذه الشركة التي سيتم إنشاؤها على مساحة أكثر من 4000 متر مربع ستعتمد معايير دولية وصناعية كالولين ملفكتورين وكذلك لكاتفون زيغو وكذلك عندها توجه خالي من الكربون المشروع سيستاهم أيضا في المحافظة على البيئة بحيث يشمل تصميم الوحدة الإنتاجية الجديدة إرساء لوحات كهرودوئية على الأسطح ومعدات لتتمين النفايات كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا بالرباط عن الخطوط العريدة لبرنامج عملها برسم سنة 2023 الهادف إلى تحسين شروط السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين شيم أباكا وتقرير التالي تحسين شروط السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين أهداف من بين أخرى ضمن برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا برسم سنة 2023 وجرى تقديم هذا البرنامج خلال ندوة صحفية عقدتها الوكالة بالرباط تتعرفوا بأنه تهم المواطنين بصفة يومية فعندها برنامج الرقمانة للمشاريع هذه وشاركة مع البريد المغرب اللي يجعل هذه الشركة هذه جد إيجابية هو أنه المواطنين المغربة صبحوا برسمة يمكن لهم يكونوا عندهم 80 ديال الشبابيك باش يمشيوا يحلوا في المشاكل ديالهم ونتعلقها بهذه القضايا هذه اليوم عندهم 800 هي مشاريع مهمة تعتزم نارسا على تنزيلها من بينها العمل على تأهيل منظومة تدبير المعطيات الخاصة بحوادث السيرة ورصد المؤشرات ووضعها رهن إشارة المرتفقين والشركاء بالإضافة إلى مواكبة مختلف شركاء السوسيو اقتصاديين والمهنيين تم الإعلان عن طلاق بوابة جديدة تسمى ميطاسيون فييكول بوائم وهذه البوابة اللي كتمكن يعني للبائعين اللي بغي يبيع شي سيارة ولا يشيري شي سيارة أنه يمر من هذه البوابة هذي وهذه البوابة عنها مجموعة ديال المزايب حيث أنها كتضمن الحقوق ديال البائعين والحقوق كذلك ديالناس اللي كيشتروا المركبة ديالهم الوكالة تتوفر أيضا على موقع إلكتروني إسأل نارسا لتمكين المواطنين من الحصول على إجابات سريعة وواضحة على مختلف تساؤلاتهم المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جرى بدار البيضاء إصداروا الستار على فعالية الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي بتتويج مسرحية رحل النهار من الإمارات العربية المتحدة التي حصدت جائزة المهرجان رغدا قابوري والمزيد من التفاصيل الستار أسدل على فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء بتتويج مسرحية رحل النهار من الإمارات العربية المتحدة رحل النهار الفائز بنسخة السنة من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العمري مصرح هو مرآة هذا المجتمع الذي نعيش فيه نحن بصدد بنايات رائعة وهائلة وهي مصرح الكبير بالدار بضاء مصرح الرباط لجنة التحكيم أشادت بالفرق والأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان وفي المسابقة إذ تمكنت من تقديم رؤى مسرحية إبداعية متميزة من خلال التطرق لمواضيع متنوعة وفي سياق الملاحظات دعت لجنة التحكيم إلى استعمال العربية الفسحة بدل اللهجات العامية لفهم أكبر من طرف الجمهور العربي مع فتح التواصل مع المسارح الدولية للاحتكاك مع التجارب المسرحية العالمية المهرجان في هذا العام كان يمتاز بحسن التنظيم وحسن الإدارة وحسن الفعاليات التي قدمت به المسرحيات التي قدمت كانت مسرحيات حقيقة ناهضة في مستواها الفني والفكري والجمالي وبعثت الارتياح في نفوس الحضور دورة مهرجان المسرح العربي لهذه السنة تميزت بمستوى عال من التنظيم وبمستوى الموائد المستديرة والندوات والنقاشات المتروحة طيلة فترة الحدث وأعلن بالمناسبة أن العاصمة العراقية بغداد ستستضيف الدورة القادمة من مهرجان المسرح العربي في نسخته الرابع عشر في يناير 2024 رياضيا يترقب عشاق كرة القدم المباراة التي تجمع نجوم فريقي الهلال والنصر وندي باريسان جيرمان الفرنسي بقيادة كل من الأسطورتين رونالدو وميسي بالعاصمة السعودية في ملعب الملك فهد الدولي ضمن كأس موسم الرياض ومنح اللاعب البرتغالي كريسان رونالدو شارت قيادة فريق النصر والهلال في هذه المباراة أتقرير لأسامة العمرالي مباراة بين نجوم فريقي الهلال والنصر ونادي باريسان جيرمان الفرنسي ضمن كأس موسم الرياض من المقرر أن تنظم بالعاصمة السعودية النجم البرتغالي الدون تم اختياره قائدا لنادي الرياض المكون من نجوم الفريقين السعوديين في مواجهة ضد نادي العاصمة الفرنسية بي اس جي بقيادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حامل لقب المونديال 2022 هو لقاء ينتظره عشاق الكرة المستديرة على أحر من الجمر ذكريات مقابلة الكلاسيكو بقيادة الأسطورتين العالميتين ميسي ورونالدو هي صور ولحظات ستبقى راصخة في أذهان جل المشجعين من جميع بقاع العالم وشعور الماضي سيولد من جديد يوم الخميس في ملعب الملك فهد الدولي مسترجعاً اللهفة والتشويق في مشاهدة أقوى وأبرز المهارات بقدم سحري الكرة المستديرة وتعد المباراة المرتقبة أول مواجهة مباشرة تجمع نجمين بعد لقائهم الأخير في المقابلة التي تفوق فيها يوفانتوس الإيطالي على برشلون الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة في دجمبر عام 2020 كانت هذه آخر مودي نشراتنا تفاصيل أوفع الأخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكراً لكم على تابع المتابعة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر